أهلا بك يا أصحابي دلوقتي البلون هياخدنا ويتير لمغامرة جديدة مع يحيا وكنوس بسينو في مصر القديمة يلا بينا نستكشف يا سينو احنا بندور عليك أعذروني يا أولاد أنا كنت مشغول شوية عنكم وكنت مشغول في إيه بقى يا سينو كنت قاعد قدام الاختراع العجيب اللي في زمنك دل اسمه تفليزيون 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 تلفزيون يا سينو مش تفليزيون التلفزيون يا سينو بالنسبة للوقت اللي احنا فيه ده اختراع قديم على فكرة البشرية عرفت بعض اختراعات زي الموبايل والإنترنت والأكبر الصناعية وحاجات تانية كتير هو أنت بقى اللي بواست التلفزيون؟ ده لو بابا عرف هاي عندنا في المدرسة حفلة تنكرية وقالوا نختار ملابس لأي عصر قديم بس بشرط نتكلم عن معالم العصر ده ونعمل زي مشهد تمثيل كده طب وانتو اخترتوا أنا عصر هنبقى اخترنا اي يعني يا سينو طبعا هنلبس زي المصر القديم أنا ع النفسي هلبس زي الملكة نفرتيتي وأنا كمان هتلبس زي نفرتيتي يا يحياء لا يا زينو هلبس الزي الملك يبقى كده لازم تعمله مشهد يليق بزي الملوك مثلاً مثلاً اه مشهد التتويق بعد ما الكاهن الأكبر هيلبسك التاج هتوقف وسط المعبد وحاريك شعب كيمت وكل طلاب البير عنخ وحتشوف مطالبهم البير عنخ ده هو بيت الحياة باللغة المصرية الأديمة صح يا سينو؟ صح يا كنوز واللي في زمنكم بتقولوا عليه مدرسة وكان مبنى ملحى بالمعبد ايه رأيكم أحكي لكم عن أهم وأشهر معابد بصر الأديمة وانتوا تختاروا وتحكوا لأصحابكم يوم الحفلة اه ايه رأيكم؟ فكرة حلوة يا سينو موافقين مفيش حضارة في العالم كله ولا شعب ربط المعتقدات اللي عنده بحياته اليومية زي ما المصري الأديم عمل شعب الكيمة اهتم انه يبني المعابد والمقابر من أفضل مواد البناء اللي موجودة في العصر ده وعلى العكس بنا بيوته اللي عايشيها من الطوب العادي ومفهوم أو فكرة المعبد موجودة من عصر قبل الأسرات واستمر لحد الأسر المتأخر من الأسرات المصرية الأديمة طيب قلنا بقى يا سينو أهم وأشهر المعابد عشان نحكي عنها لأصحابنا أول معبد ممكن نتكلم عنه هو معبد الكرك معبد الكرك واحد من أجمل المعابد المصرية الأديمة خصوصا تصميم عمدانه المميز اللي على هيئة ظهرة اللوتس ده غير النقوش اللي على جدرانه وتعتبر وسيخة ضخمة لتاريخ كيمت بداية من عصر الدولة الوسطى هو معبد الكارنكت بنا وقت ملوك الأسرات الوسطى ولا ملوك الدولة الحديثة اللي بناه ملوك من الدولة الوسطى لكن ملوك الدولة الحديثة اهتموا بيه وأضافوا ليه مباني تانية كتير جداً عشان كده يعتبر التخطيط الهندس لمعبد الكارنكت مختلف عن باقي المعابد المصرية الأديمة خالص معبد الكارنكت ده اللي فيه طريق الكباش اللي بيوصل بينه وبين معبد الأقصر أنا قريت عن معبد الأقصر اللي بنا المعبد ده هو الملك من حطب الثالث واللي أضاف ليه كان الملك رمسيس التاني وعشان كده هنشوف هناك تمثيل كتير للملك رمسيس ومن أشهر الأعياد اللي كان بيشهدها المعبد هو عيد أو مهرجان القبط إيه هو عيد القبط؟ ده عيد كان بيحتفل بين مصريين القدماء كل سنة في موسم الحصاد اللي احتفالات كانت بتبقى ما بين معبد الأقصر ومعبد الكارنكت في طريق الكباش اللي وصل ما بينهم وعلى فكرة كمان الملك رمسيس التاني شيد معابد تانية منهم معبد الرمسيوم ودلوقتي بقى هكلمكم عن معبد حتشبسوت المعبد اللي صممه المهندس العبقاري سن الموت وهو اللي أشرف على بناء المعبد بأمر منها والمعبد مكون من مدرجات متصعدة في تصميم هندسي يشبه معبد الملك من حتب التاني اللي كان واخد نفس الشكل الهندسي ومن أصحر النقوش الموجودة في المعبد لحد دلوقتي هي رحلة التجار لبلاد بونت والعودة بحيوانات ونباتات ما كانتش موجودة قبل كده أيوة كده كمل بس ليه نفس المعبد ليه اسم تاني في زمنا معبد الدير البحري ما احنا قلنا يا كنوز ان الأسماء وارد تتغير بمرور الزمن وتغير الأسور الاسم ده اسم حديث ظهر في القانة السابع الميلادي وخاص بالممطقة اللي فيها المعبد كلها وطبعا فيه معابد تانية كتير زي معبد فعلة اللي مبني وسط جزيرة وعشان توصلوا لازم تعمل رحلة نيلية لحد مكانه ومعبد اتفو ومعبد دندرة اللي لسه محتفظ بجماله المماري كأنه تبنى من وقته قريب وغيرهم كتير ودلوقتي بقى يا ولاد قررتوا هتحكوا عن أنهي معبد لأصحابكم انا هتكلم عن معبد الأقصر وانا عن معبد الدير البحري وبعد ما شفتوا حكاية النهاردة قلولي بقى ايه رأيكو يا أصحابي كأن الوفان جاوي لو بتفكروا تزوروا معبد تزوروا معبد ايه انا نفسي اشوف معبد الكارنك انا نفسي اشوف معبد اللوسو وطريق كباش وفي معابد تتير زي معبد ابو سنبل اللي يعتبر معجزة معمارية لأنه تحفر جوا جبل فقهد الملك رمسيس الثاني انا بابا قلني للمعبد نعل من مكانه ده حقيقي عشان ما يتعرضش للغرق بعد بناء السد العالي في أصوات وبكده خلطت حكايتنا استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة